أهلا وسهلا بكم في نقاش ونقاشنا حول هذه القمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا طبعا طبق الدسم لهذه القمة هو ملف الهجرة هناك محاولة من قبل الأوروبيين لإقناع تركيا باستقلال عدد كبير من طالبي اللجوء أو من المهاجرين خاصة الذين يريدون التوجه إلى أوروبا وأن تقبل بهم تركيا في آخر الأخبار هو أن يتعهد الاتحاد الأوروبي بأن يتكفل بسوري يوجد حاليا في تركيا مقابل أن تقبل تركيا سوريا آخر قادم من أوروبا وتحديدا من اليونان معي في الستوديو سيفي ايزولي وهي دكتورة في القانون الدولي عبد النور بن عنطر وهو باحث في العلاقات الدولية في جامعة باريز ومعنا من اسطنبول أستاذ محاضر أيضا وهو مراد داودوف رئيس شبكة تنمية الشرق الأوسط أهلا وسهلا بكم أبدأ معك ضيفي من اسطنبول مراد داودوف ألا ترى أن تركيا تحاول أن تطالب بالمزيد من الامتيازات حتى تقبل بهذه التسوية وما هو الثمن الذي ستقبل به تركيا مساء الخير مشاهدين الكرام طبعا كما ذكر في التقرير الاتحاد الأوروبي يحاول أن يقنع التركيا بأن عليها أن تتعامل بشكل مختلف بقضية اللاجئين والهجرة الغير شرعية في حين أن التركيا أيضا تحاول وتجد فرصة ذهبية لإقناع أوروبا أن هي أصلا تحتاج تركيا في حل هذه الأظمة وهذه القضية وتركيا أيضا لا تقبل أن هي الوحيدة أمام هذه الموجة من اللاجئين وتحاول أن تحاول هذه القضية من مسألة الهجرة الغير شرعية إلى مسألة هجرة شرعية ومشاركة في المسؤولية فيما بين تركيا والاتحاد الأوروبي هناك ثمن تطالب به تركيا بالتأكيد هناك ثمن تطالب به تركيا من أجل المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وما تطالب به تركيا يدور حول ثلاث نقاط أولا زيادة المساعدات التي اقترحها الاتحاد الأوروبي لتركيا ثلاثة مليارات ولكن يبدو أن تركيا الآن لا تقبل بثلاثة مليارات بالتأكيد وما تقوله الآن سوري معاد من اليونان مقابل مساعدة سوري موجود فيها على أراضيها فإذا المبلغ ثلاث مليارات يبدو لتركيا غير كافي بهذا الشأن النقطة الثانية هي حزف أو تسهيل إجراءات أعطاء الفيز المدة القصيرة للأتراك الرغبين في القدوم إلى الاتحاد الأوروبي والنقطة الثالثة هي إطلاق ملف الانضمام التركي إلى الاتحاد الأوروبي بقناعة أن الثلاث نقاط الثلاث المطالب التركية من أجل حل مسألة الهجرة إذا كان هذا هو الحل على كل إنه ليس حل هذه الملاحظة الأولى التي أريد أن أقولها لأن هذه المفاوضات وهذه الإجراءات وما طالب تركيا حتى لو وفى به فإنه لن يحل مسألة الهجرة أشرحه فيما بعد ربما السبب ولكن ما أريد قوله بالتحديد هو أن الثلاث مطالب التركية هي مطالب برأي مشروعة جدا من قيبة تركيا؟ بالتأكيد هي مشروعة مشروعة لماذا؟ لأن تركيا منذ أكثر من خمس سنوات وهي تتحمل عبء الحرب والثورة السورية وعبء اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها دون أن يحاول الاتحاد الأوروبي أن يحرك ساكنا إذن من الحق الطبيعي لتركيا أن تطالب بمساعدات إضافية لكي تستطيع أن تقوم بمساعدته باستقبال ما يقارب 3 ملايين سوري موجودين على أراضيها بالتأكيد المساعدات التي تعطيها تركيا للاجئين في تركيا مختلفة عن طبيعة المساعدات التي يعطيها الاتحاد الأوروبي فتركيا ليست موقعة على اتفاقية جينيف بمعنى أنها لا تستقبل هي موقعة ولكن يوجد هناك استثناء تقول تركيا أنا سأستقبل في أراضي اللاجئين حسب اتفاقية جينيف ولكن فقط اللاجئين القادمين من الدول الشمالية من الدول الشمالية قلت سابقا السويد والدانيمارك أنا لا أرى ولا أتصور أن سويديا سيذهب يطلب اللجوء في تركيا وإن حصل فسيكون على مستوى فردي وليس على مستوى كبير إذن تركيا لا تقبل اللاجئين من الدول الجنوبية وبالتالي فإن السوريون الموجودين على أراضيها ليسوا لاجئين بمعنى اتفاقية جينيف تركيا أيضا لا تتحمل نفس الأعباء المادية كما يتحمل الأوروبيون فلا يوجد كرت إقامة بالمعنى الصحيح لا يوجد مساعدات اجتماعية كما تقدم أوروبا لا يوجد إذن للعمل لا يوجد بيوت أو كادة يعني أماكن استقبال للاجئين يعني تركيا تتساهل معهم هذه الأمور موجودة في غازية عن تابلة لا يوجد معسكرات يوجد مراكز استقبال ولكن ليست بنفس الشكل وبنفس التمويل وبنفس التكلفة الموجودة في أوروبا ولكن مع هذا فهذا أمر جاني برأيي إذن تركيا عندما تطالب بزيادة المساعدات هي لها محقة جدا بهذا الطلب الأمر الثاني الذي تطالب به تركيا هي إجراء المفاعدات أو البدء من جديد في المفاوضات لدخولها للاتحاد الأوروبي وأنا أعتقد أنه أمر جدا مشروع طلب جدا مشروع الاتحاد الأوروبي منذ عشرات السنوات وهو أعتذر عن هذه الكلمة يلعب كأنه يلعب بتركيا وبمصيرها اليوم نريدكم وغدا لا نريدكم وأنا لا أعتقد أن في الاتحاد الأوروبي يوجد بعض الدول التي هي تشكل جزء من الاتحاد الأوروبي ليست بنفس الدرجة من التقدم الاقتصادي وفي ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان كتركيا إذن تركيا لها مشروع على المطالبة في الدخول للاتحاد الأوروبي بالتأكيد يوجد الكثير من المسائل الديمقراطية وحقوق الإنسان رهيب جدا ولكن في الوقت الحالي والنقطة باختصار حتى نعطي كلمة بالتأكيد أنا آسفة المطلب الثالث هو مسألة البيزا وهذا أيضا يكفي هذه الحواجز أوروبا تريد أن تجعل من نفسها قلعة من الصعب جدا خروقها ودخولها من قبل أي شخص إذن ثلاثة مطالب مشروعة جدا يبقى الجانب الآخر عبد النوب بن عنتر مطالب مشروعة طبعا مطالب مشروعة ولكن يبدو لي السؤال الذي يمكن أن نطرحه في هذا الإطار لماذا تأخرت تركيا إلى اليوم يعني هذه مدة خمسة مواجهة هو حتى أردوغان تسأل نعم هي من المفروض في اعتقادي لو كانت كسلطة سياسية تجاوز عتبة مليون لاجئ هذا يطرح إشكال تجاوز عتبة مليونين لاجئ والآن أزيد من مليونين ونصف لاجئ إذن لماذا هذا التأخر هل هناك حسابات خافية لتركيا كانت تنتظر ربما رد فعل أو استجابة أوروبية ولكن لم يأتي شيء فبالتالي تحركت وكأن الآن المطلب أو التسرع للتحرك جاء من الجانب الأوروبي وكأن تركيا في وضع مريح وضع مريح نعم طبعا تركيا هي مطلوبة لها هي مطلوبة ولكن هي الأكثر وتضررني يعني يبدو لي أنها تأخرت في عملية المقايضة كان بإمكانها أن تقايد قبل التواصل بعد أن تزاوجت عتبة المليون لأنه هذا يطرح إشكالات أخرى من حيث الدعم اللوجيستي يعني أنت بلد لديك قدرات لامتصاص أكثر أزيد من مليونين ونصف لاجئ إذن نعم أنت لست بحاجة إلى كل هذه المساعدات ثم حسب التصريح الرسمي للحكومة التركية أن ثلاثة ملايين التي وعد بها الاتحاد الأوروبي تركيا في نوفمبر لم تصل إلى أنقار هذا ما قاله أردوغان هذا ما قاله إلى حد الآن يعني لماذا تأخروا منذ نوفمبر عن المطالبة بهذه وكانها ليست في حاجة هذه النقطة النقطة الثانية قضية الانضمام الاتحاد الأوروبي هذه قضية قديمة جدا إذن لماذا لم يقارضون قبل عتبة المليون لأن أعتقد أن عتبة المليون لاجئ عتبة نفسية عتبة نفسية أساسية إذن لماذا هذا التأخر وكأن هذا الطماطل ربما وراه أمور أخرى هذه النقطة الثالثة أعتقد أن هذا الطماطل يعود إلى إدراك إلى مدركات سياسية داخل تركيا على أساس أن تركيا لديها جملة من نقاط الضعف من بينها قضية مزايداتها السياسية والعسكرية إذا أروسيا ما يسبب متاعب لحلفائها في الغرب النقطة الثانية هي تتعلق بالقضية توظيف الصراع السوري لتصفية حسابات تاريخية مع الأكراد والنقطة الثالثة مسألة حقوق الإنسان وبتالي هناك مدركات داخلية يبدو لربما هذه مجرد فرضية أنها دفعت الحكومة التركية إلى عدم التركيز على المضايقة وعدم الدفع لاتحاد الأوروبي للتحرك قبل هذه القمة مراد داودوف إذن ضيفي هنا في الستوديو يتساعد لماذا تأخرتم كل هذا الوقت لماذا تركتم الأمور تتجاوز عتبة المليون لماذا انتظرتم كل هذا الوقت وأن لم تدفع الأموال لماذا انتظرتم أربعة أشهر مثل ما قال أدوغان أولا أشكر على هذه الفرصة لتوضيح الكثير من النقاط لو سمحتون عندي أيضا تعليقات على هذه النقاط أولا لا يجب أن ننسى أن القضية مسألة أو سبب كل عدقية الحرب في سوريا ولذلك كل ما يتطول الحرب كل ما سوف تطول الفاتورة من هذه الحرب وحقيقة لا تركيا ولا أي بلد أعتقد وأي جهة كانوا يتصورون أن الأمور سوف تطول أو المأساة سوف تطول إلى هذه الدرجة ثانيا بنسبة إلى من المفيد أيضا أننا نفصل فيما بين أمرين أمام المشاهدين أنا أيضا أشكر ضيفتنا الكريمة التي أشارت إلى بعض نقاط ضعف في سياسة الهجرة في تركيا لكن يجب أن نفصل ونوضح الأمر فيما بين الأمرين أصلا سياسة الهجرة المعاصرة كما هي موجودة في بلدان المتقدمة هي مسألة قضية جديدة أصلا والتركيا قطعت شوطا كبيرا جدا في السنوات الأخيرة في إصلاح نظامها وفي وضع سياسات الهجرة الجديدة بلا شك أن هناك الكثير يجب أن تركيا تقوم بها بما في ذلك وضع التصورات على مدى البعيد من أجل للاجئين ولكن على الأقل تركيا تحاول كل جهد أن تقوم بإصلاح أنظمتها وقد أسست إدارة العامة للإدارة الهجرة في تركيا مؤسسات مدنية جديدة من شأنها مساهمة في تحصيل بهذا السبب تأخرتم يعني؟ لا 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 ليس لا 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 مسألة أخرى أيضا للتوضيح مهم جدا أن مستوى القبول الاجتماعي في تركيا أعلى بكثير من المستوى القبول الاجتماعي في بلدان الأوروبية رغم كل المشاكل أو رغم عدم وجود السياسة والتجربة في إدارة اللاجئين كما هي موجودة في أوروبيا ورغم عدم وجود المؤسسات الكثيرة من ذات التجربة في هذه المشاكل القبول الاجتماعي كان عالي جدا جدا في تركيا ولم نرى أي مظاهرات أو أي مأساة التي نشاهدها كل يوم تقريب في بلدان الأوروبية التحركات الأرحاكات ضد مضادة للاجئين لذلك الشعب التركي بدل مجهودا كبيرا في استقبال اللاجئين وفي يطاء أكثر ما يمكن أن يقدم للاجئين وأيضا دولة تركية تبذل مجهودا كبيرا مسألة الأخرى ما هي لماذا إذا انتأخرنا في هذه المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي أولا كما ذكرت لا أحد من طرفين كان يتصور أن الأمور سوف تصل إلى هذه المرحلة ثانيا بلا شك أن هذه القضية أصبحت قضية إضافية على طابلة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والتركيا وجدت أيضا فرصة ذهبية للمفاوضات ودخول من هذا الطرف في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي أنا أيضا أشارك مع ضيفة الكريمة في ستوديو عندكم أن هذه المطالب الثلاثية مشروعة أولا تركيا لقد اتفقت جانب تركيا مع جانب أوروبي على ثلاثة مليارات سابقا ولكن الفاتورة تطول كل يوم ولا تكفي وبالتالي تطالبون بالضعف تركيا أعلنت أن طبعا ولذلك أصلا تركيا إلى اليوم فقط الدولة الحكومة المركزية قامت بصرف ما يزيد عشر مليارات من يورو للاجئين وإذا أضفنا إليه كل ما قام به المجتمع مدني والبلديات والمؤسسات أخرى ربما قد يصل هذا المبلغ إلى عشرين مليارات دولار أو يورو كما ذكر أيضا في برلان التركي لذلك ما يطلبه تركيا هو ليس كثير أصلا مقارنة إلى حجم المشكلة ثانيا بنسبة إلى مشروعية طلب مقابل هذه التسهيلات أو مقابل تنسيق تركي أوروبي في إدارة اللاجئين طلب التسهيلات في تأشيرات وهذه المسألة أصلا كان يجب أن يتم حلها منذ زمن منذ سنوات ولا تنتظر أوروبا أصلا لحل هذه القضية ما الفرق التركية باقتصادها المتقدم ومجتمع متقدم ما هي أقل من بوسنة أو كوسو أو الألبانيا أو عديد من البلدان في العالم يستطيع مواطنين قدوهم إلى اتحاد الأوروبي بدون تأشيرها هل الأتراك هم ليسوا ليسوا على نفس المستوى لذلك هذه القضية ربما أنا أعتقد أن اتحاد مروبي هو الذي أخطأ أن تأخر في هذا الملف اليوم وجد نفسه على طاولة المفاوضات والاتحاد وضعيف في هذه القضية وعندي نقاط غطلت أو ربما ملاحظات أخرى لذلك أقول لنترك فرصة لضيوفنا وعندي نقاط أخرى أيضا سيفيا هل أسمح أردوغان لابن المدلة لأوروبا يسأل أحد المشاهدين بالنظر إلى كل ما قيل حتى لين ابن المدلة لا ولكن يعتقد الاتحاد الأوروبي أن مفتاح الحل اليوم في ملف الهجرة بالنسبة للسوريون بشكل خاص في يد أردوغان وهذه حقيقة ما أريد أن أقوله تعليقا على بالنسبة بالتأكيد تركيا أصبحت تأخذ بعض الإجراءات لتحسين معاملتها بالنسبة للاجئين وكل هذه الأمور في الحياة اليومية هذا جيد ولكنه غير كافي يجب أن تقوم تركيا بشيء واحد وهو المصادقة على اتفاقية جينيف بدون أي شروط أخرى هذه أول نقطة النقطة الثانية أنا أوافق مع الأستاذ عندما أقول أن المطالب التركية مشروعة بالتأكيد وأنا أعود وأكرر بأن الثلاث مطالب لم يحصل على رد حتى رات لماذا تأخير سأحاول الإجابة عليه في نفس النمط الذي هو طرح السؤال وأعطى أطراف الجواب أيضا الموقف التركي المطالب التركية هي كلمة حق يراد بها باطل كلمة حق يراد بها باطل لماذا لأن تركيا بالتأكيد اليوم ما تريده من الاتحاد الأوروبي هو أن يغلق الاتحاد الأوروبي عينيه عن ممارسة تركيا وتراجعها في مسألة الديمقراطية وفي مسألة حماية حقوق الإنسان وبمسألة الدفاع عن حقوق الإنسان فالمعايير التي طرحها الاتحاد الأوروبي لانضمام تركيا إلى هذا الاتحاد معايير كوبنهاجن يبدو اليوم هي أكثر من أي يوم مضى مخترقة من قبل القوات التركية وخاصة في مسألة الانتخابات الأخيرة الانتخابات الأولى التي حصلت في تركيا في حزيران 2015 وتأجيلها وعدم التوافق على حكومة ائتلافية وهو أنا برأيك أنا مقتصد يعني وليس أمر عن عمد وعن قصد من البداية إلى جرائها مرة أخرى في تشرين الثاني بحيث أن الحزب الكردي حزب الشعوب الديمقراطية فقد ما يقارب عشرين مقعد الحرب التي عادت نسفت أسس السلام مع الأكراد مرة أخرى كل هذا التراجع تراجع الاحترام الحريات حريات الصحافة رأينا منذ يومين وثلاثة ما حصل مع جرية الزمان زمان وقبلها مع الصحفيين اللذاني قدما إلى المحكمة في صحيفة جمهورية يعني صحيفة جمهورية ما قبلها ولكن الاتحاد الأوروبي رد الفعل فيما يتعلق بجرية الزمان وطريقة الحرية أي رد الفعل أي رد الفعل نتابع حتى وزير الخارجية الفرنسي تحدث عن الموضوع طيب يا سيد توفيق أنا أسأل المشاهدين عندما يقوم رئيسنا المبجل السيد فرانسوان هولند بإعطاء وسام الشرف للعاهل السعودي وهو موجود في الأراضي الفرنسية كيف يمكن لفرنسا أن تقول لتركيا أنتم لا تحترمون معايير كوبنهاجن وأنتم لستم على مستوى احترام حقوق الإنسان يعني بالتأكيد يوجد في تركيا خروقات لحقوق الإنسان وللحقوق الديمقراطية يوجد في تركيا خاصة منذ حزيران حتى قبل حزيران يعني وخاصة بشكل خاص منذ حزيران 2015 إلى اليوم حرب هوجاء وعنيفة تشند ضد الأكراد يعني حوالي أكثر من عشرة مدن كردية في تركيا دمرت تماما بالمئات الأشخاص يقتلون يقتلون كل يوم يعني عندما نجد مظاهر هذه المدن الكردية لا نستطيع التفريق بين المدن الكردية والمدن السورية واليوم ماذا يطالب أردوغان اليوم يطالب أردوغان الدخول إلى الاتحاد الأوروبي ويقول لتركيا لن تخوض أبدا في هذا المجال في مجال حقوق الإنسان في المجازر التي أرتقيبها ضد الأكراد الخروقات على حرية التعبير تقصلي أنت توجد مقايضة بالتأكيد يوجد مقايضة بالتأكيد يوجد مقايضة والاتحاد الأوروبي لا يستطيع أن يلوم أردوغان لأن الاتحاد الأوروبي اليوم نفسه يقايد على اتفاقية جنيف اتفاقية جنيف كل الدول الأوروبية موقعة على اتفاقية جنيف اتفاقية جنيف تقول كل إنسان مهدد في حياته أو في حريته بسبب أرائه الشخصية أو انتمائه العرقي أو الديني أو وجود حالة حرب عنف من حقه أن يخرج وأن يطلب اللجوء في بلد آخر وبالإضافة إلى هذا النقطة الدقيقة جدا هو أن طلب اللجوء هو طلب فردي هو طلب شخصي وكل طلب يجب أن يدرس بصورة فردية وشخصية يعني من أسس القانون الإداري في فرنسا يعني نحن كمحاميون عندما تأخذ أي سلطة فرنسية إن كان البريفكتور يعني المحافظ أو الوزير أي وزير عندما يتخذ أي قرار ضد الشخص دون أن يبرر ويعلل سبب رفضه فإنه هذا بحد ذاته عدم التعليل والتبرير الكافي هو سبب لأن تقوم المحكمة الإدارية بخرق فإذن كيف يمكن لكم أنتم أن تقرروا من هو من اللاجئين قبل دراسة ملفه يحق له طلب اللجوء أو لا وكيف يمكن أن تطلبوا من تركيا أن توقف هؤلاء اللاجئين إذن أوروبا نفسها تخرق القانون الدولي تخرق القوانين الإنسانية تخرق القوانين لحقوق الإنسان والميثاق الأوروبي الأساسي للحقوق الرئيسية إذا كانت أوروبا تخرق هذه القوانين كيف يمكن لها أن تطلب من تركيا أن تحترم هذه القوانين نحن في تراجع رهي لحقوق الإنسان تشعبت أعود إلى شؤالك إذا كان أردوغان الولد المدلل يبدو لي أنه الولد المشاغب يعني تركيا الآن تطرح متاعب بغض النظر عن الجانب الأخلاقي في المسألة تطرح متاعب لحلفائها علاقتها مع روسيا متوترة وهي توتر العلاقة الروسية الغربية دخلت في حرب مفتوحة معلنة مع الأكراد تراجع لحقوق الإنسان داخل تركيا هي منفذ لخروج السوريين نحو أوروبا ومنفذ في الاتجاه المعاكس لدخول المقاتلين الأوروبيين إلى التراب السوري يعني من هذا المنظور أصبحت مشكلة بالنسبة للإتحاد الأوروبي وهو عمليا مجبر فيه نفاق سياسي بالطبع رغم التصرحات الدبلوماسية وهو مجبر على التعامل مع أوروبا أعتقد أن أنجلة مركل تنظر إلى أنقرة بشكل مختلف تماما هي بحاجة إلى أنقرة تنظر إليها بشكل مختلف لأنها بحاجة إلى أنقرة ولكن يبدو لي هناك توجهان سأكمل ثم أعود إلى هذه النقطة يبدو لي أن كل هذه الضجة الأوروبية حول قضية المهاجرين وإرجاع مهاجر سوري من اليونان مقابل كذا مقابل دراهم معدودة الإشكال الأساسي بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو التخلص من الجحاف للمهاجرين السوريين الموجودين في أوروبا وإرجاعهم لتركيا وهذا مبني على فرضية وهي فرضية قوية في واقع الحال في حال في حال التوصل إلى تسوية سلمية في سوريا في سوريا فإن احتمالات عودة المهاجرين السوريين من الأراضي التركية نحو سوريا تكون بنسب ضخمة جدا لكن احتمالات عودة الذين استقروا في أوروبا ضعيفة جدا إذن الاتحاد الأوروبي الذي تصور بعيد النظر تقصد أن تكون استراتيجية استباقية نعم وألمانيا تنظر إلى هذا المسألة من هذا الباب يبدو لي بوجهة النظر الألمانية تنظر إلى هذا المسألة تعول على تسوية سلمية الجانب الثاني ربما حتى أجيب على سؤالك في التصور الألماني هو الإمساك بشعرة معاوية مع أردوغان لماذا؟ لأنهم يبدو لي أن بعض الدول الأوروبية وعلى رسيا ألمانيا تريد التقرب أكثر من أردوغان محاولة لاحتواء تركية في بعض المجالات مثلا طرح فكرة طرح إرسال بوارج بحرية عسكرية أوروبية إلى المياه الإقليمية التركية لماذا؟ هذا يعني أن جزء من الحلفاء الأوروبيين لتركيا وداخل حلف الشمال الأطلسي لا يثقون في نية تركيا في محاربة شبكات التهريب وبالتالي وكأن أوروبا تريد أن تمنح نفسها وأن تفتك شرعية في مراقبة جزء من الحدود التركية وهذه مسألة في غاية ولكن هناك قبول لأن تركيا قبلت قبلت بالأمر تركيا تعتبر أن هذا سيساعدها في حماية حدودها ولكن يبدو لهذه فرضية من الصعب تأكيدها ولكن هناك نية أوروبية إذا لم توجد نية أقصد هناك تتجاوز توجهات سياسية نعم ولكن هناك قبول ولكن تكون النية هكذا تركيا تنظر إليها كمساعدة ولكن في أوروبا ربما ينظرون إليها كمنفذ جديد لمحاولة التقرب من الحدود التركية لمعرفة ماذا يحدث لأن إرسال بوارج إلى هناك وجود قوات غربية على الحدود التركية يعني محاولة معرفة كيف تتم شبكة إيصال إفاد مقاتلين أوروبيين إلى الأراضي السورية لا لابد أن نعطي أكلم إلى ضيفنا في إسطنبول ولا سيزعل مراد داودوف لك الكثير من النقاط ممكنك الرد والله لدي نقاط كثيرة جدا وسعيد جدا من هذا الحوار لأن إن شاء الله سوف نستطيع أن نوضح الكثير من هذه النقاط ونفيد المشاهدين في هذه المسائل أولا نعود إلى سياسة الهجرة والنواقص في المستوى التعامل مع اللاجئين أنا أيضا كما ضيفتنا الكريمة في ستوديو أنا أيضا خبير وعملت في هذا المجال إدارة الهجرة وقانون الهجرة وفي الحكومة البلجيكية سابقا كنت في بروكسل ولذلك أعلم جيدا بلا شك أن لدى تركيا نواقص في هذا المجال وأحد النقاط إحدى النقاط هي ضرورة اتفاقية أو ضرورة تطبيق الاتفاقية الجنيف بلا شك ونحن للعلم جهة استشارية في تركيا ونقوم بتقديم الاستشارات لرئاسة الوزراء في تركيا في هذا المجال وننتقد انتقادا شديدا هذه النقطة نحن أيضا لكن فيما يقدم تركيا تحاول أن تقدم أكثر مما يمكن مشكلة في أوروبا مشكلة في أوروبا أن الإطار القانوني والإداري ومن ناحية التجربة هو واسع جدا ولديها لدى أوروبيا باع طويل ولكن هي لا تريد أن تقدم في أيديها ربما 10% أو 20% مما تستطيع أن تقدم من الحقوق والأطر وغير المقابل ذلك لدى تركيا إطار ضعيف جدا إطار قانوني إداري ضعيف جدا ولكن هي تقدم 100% أو 200% مما يمكن مما في أيديها من ناحية المؤسسات والقواني وغير هذا الفرق الأساسي فيما يجري من ناحية الأخرى المسألة التهريب اللاجئين إلى أوروبا وكما ذكرت ضعيفة أولا هي حق لجوء ويجب أن الكل لاجئ تتم دراسة ملفها وإذا أرادت إتحاد الله يريد أن يبني الجدار ولا يقبل هذه اللاجئين كيف سيحصلون لحقوقهم هل التركيا سوف تتحول إلى مخيم لاجئين واسع بقرب أوروبا لا تركيا لا تقبل هذه وتقول إذا كانت المسألة هي مسألة مشتركة مسؤولية مشتركة وإذن علينا أن نقوم بشكل مشترك ونتحمل المسؤولية المفيد أن نذكر دائما أن سبب أو جذور هذه المسألة في سوريا في العراق في هذه الكارثة وهذه الأزمات التي تنتظر إلى حلها سياسيا وتنتظر إلى أن القوى العظمى تتحرك بشكل حفوان 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 ولكن حسن إرادة المسؤولين الأتراك في البداية كان واضحا وتصريحات أردوغان وعدد كبير مسؤولين باتجاه السوريين بأنهم على استعداد لفتح أبوابهم في وجه السوريين لأن هناك من كان يعول ربما في تركيا على نهاية الأزمة في وقت قصير ولهذا السبب ضيفي هنا عبد النور بن عندر يتساءل لماذا انتظرتم كل هذا الوقت لقد في تركيا كحكومة وشعبا قدمت كل ما كان في وصعها واليوم وصلت عدد اللاجين إلى ثلاثة ملايين من الأشخاص لا يمكن أن ننتظر من تركيا أو نتوقع أن تركيا تصمت وتصل العدد إلى عشر مليون وأكثر من ذلك وتركيا ليست الوحيدة إذا لو كانت المسؤولية جزء للمسؤولية لتركيا لسياساتها لمشاكلها ربما أخطاها هي ليست الوحيدة وهي ليست لاعب أساسي في أزمة السورية بل هناك قوى عزمة هي التي عليها أن تتحرك وتقوم بحلها بشكل آخر ولكن في إطار سياسي حوار سياسي لهذه الأزمات تركيا مشكلتها أنها جار لهذه المناطق لهذه المناطق ولا يوجد فيها استقرار وتركيا تستقبل وقامت قدر المستطاع بتقديم ما في وسعها لهؤلاء اللاجئين لكن لما ظهرت موج من اللاجئين في حدود في أبواب الأوروبا هنا تحولت تقلبت الأمور وتحركت الدول الأوروبية نحو تركيا وهناك أعتقد فقط أن تركيا أيضا اكتشفت أن هذه المسألة قد تفيدها في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي لم تكن أوضاعها هكذا قبل سنة كل هذه الأزمات وأيضا تغطية الإعلامية في أوروبا أدت إلى أن التركيا أتراك أيضا قد اكتشفوا أن هذه المسألة تفيدهم في علاقاتها السياسية مع الاتحاد الأوروبي بالإضافة على الأمور الأخلاقية مسؤولية وغيرها اتجاه اللاجئين أيضا بنسبة إلى ما قيل عندي نقاط أو تعليق على مسائل أخرى بنسبة إلى انتخابات في تركيا ومسائل سياسية رمك أن نعود إليها مرة أخرى لكن أقول على تركيا أن تبزل مجهودا لإصلاح وتحسين أدواتها وآلياتها في تعامل مع اللاجئين بلا شك ونحن أيضا نقول كل يوم للمسؤولين الأتراك ولكن لا يجب أن ننسى أن هناك إذا كانت تركيا تفتقد هذه التجربة وهذه الآليات وهي موجودة هذه التجربة وآليات والقوانين والأنظمة موجودة في الاتحاد الأوروبي ولذلك الأتراك يقولون أيها الأوروبيون تعالوا معنا لمعالجة هذه المشكلة ماليا إداريا قانونيا عسكريا سياسيا وهي إذن تركيا تكسب الكثير ولكن هل تخسر شيء؟ في هذا الملف لا تخسر شيء في ملف اللاجئين بمعنى ماذا؟ يعني هي في البداية هل كانت خاسرة في مسألة اللاجئين؟ بالتأكيد اللاجئين يشكلون عبء كبير على تركيا ولكن يجب أن لا ننسى أيضا أنهم يحملون قوة اقتصادية رهيبة أيضا في تركيا السوريون الموجودين في تركيا ليسوا مجرد عبء فالعديد بآلاف رجال الأعمال السوريون كنت جار حلب في تركيا؟ بالتأكيد يعني غازي عنتاب وحلب هي واحدة والكثير من بآلاف الرجال للأعمال نقلوا مصانعهم وقوتهم الاقتصادية مراكز عملهم إلى تركيا السوريون هناك يعملون وهم أيدي عاملة رخيصة جدا يعني أرخص من الرخيصة إلى درجة الاستعباد الكثير من السوريون يعملون ولا يدفع لهم رواتبهم حركة تجارية كبيرة جدا حصلت هناك استهلاك كبير يعني اللاجئون ليسوا مجرد عبء ولكن لهم أيضا قوة اقتصادية النقطة الأخرى المهمة في هذا الملف ليس من الغلط أن تحاول تركيا أن تستعمل كتكتيك مسألة اللاجئين للحصول على بعض الميزات من الاتحاد الأوروبي لماذا؟ لماذا؟ سياسة أيضا هذه سياسة وهذا أيضا أمر مشروع يعني لابد منه ولكن المشكلة من أين أتت؟ المشكلة الأساسية بالتأكيد هو يعني عندما يطرح السؤال لماذا الآن وليس قبل الآن؟ من يستطيع جواب على هذا السؤال؟ أنا أعتقد أن حتى تركيا وكل العالم حتى السوريون أنفسهم لم يكن يتوقعون بأن الثورة السورية ستستمر كل هذا الوقت وأن الإطاحة بنظام الدكتاتور بشار الأسد سيأخذ كل هذا الوقت ربما في هذا السؤال هو الشبه لوم لتركيا قائلا لماذا أنتم أصريتم على رحيل بشار بالنسبة لبشار الأسد بالنسبة للنزاع السوري وأنا دائما قلت رغم أنني لا أوافق على الكثير من النقاط السياسة التركية الداخلية والخارجية ولكن على هذه النقطة بالذات رحيل بشار الأسد هو مطلب أيضا مشروع بالنسبة للسياسة التركية وهو مطلب أيضا فرنسي الأمريكيون أنفسهم يعني يوم معك ويوم ضدك ولكن الأغلبية نحن لا يمكن أن نقبل يعني هذا أمر أيضا غير منطقي القبول بمجرم حرب بديكتاتور قتل أكثر من 300 ألف من شعبه يعني لا يمكن تصور مستقبل سوريا مع هذا ولكن لم يتصور أحد أن الأزمة ستأخذ إلى هذا الحد إذن عندما تطالب تركيا برحيل بشار الأسد هو مطلب مشروع ولكن ما يؤخذ على تركيا هو أن تركيا في سياستها بالنسبة لسوريا إلى الآن رغم كل الأقوال البراقة أنا برأيي هي لم تساعد المعارضة السورية بالشكل الواجب وبالشكل المطلوب تركيا لم تتحرك إلا لوقف تقدم الأكراد تركيا لم تتحرك إلا عندما سيطرت القوات الكردية على كوباني وقطعت معبر الباب والباب الأبيض تركيا لم تتحرك المرة الثانية إلا عندما تقدمت القوات الكردية في اتجاه إعزاز إذن في كل مرة تركيا تتحرك في الملف السوري وتحشد قواتها ليس من أجل مساعدة الجيش الحر الذي يخسر مناطق والمعارضة المعتدلة التي تخسر على الساحة والضربات الروسية وإنما من أجل وقف التقدم الكردي يجب أن تتصور تركيا يعني يجب أن تغير هذه السياسة يعني هناك حصر بالسياسة في التعاطي مع الأكراد بالتأكيد يعني هي لا تتصور يعني حتى في التعاطي مع التحاد الأوروبي حتى مع التعاطي مع التحاد الأوروبي يعني التركيا يبدو في سياستها على الأقل هذا ما يبدو لي يعني هذا أنا رأيي أنها هي مهووسة في الملف الكردي وهذا يمنعها من التقدم ولكن الأوروبيون يعلمون ذلك والأوروبيون يعلمون ذلك وبالتأكيد والأوروبيون يعني هم مستعدون بكل سهولة لفداء الأكراد من أجل يعني هذه ليست بالتأكيد يعني هذه ليست المرة الأولى دائما الأكراد كانوا عبارة بالنسبة لبعض الملفات ولبعض الدول الأخرى كبش الفداء من أجل الحصول على مكاسب أخرى يعني تركيا لكي تتقدم في الطريق الديمقراطي يجب أن تكف عن النظر إلى الأكراد كعدو وأن تبدأ فعلا بمعاملة السلام عندما تبدأ بالسلام بإعطاء حقوق بسيطة أنا لا أقول أعطيهم دولة مستقلة يا أخي وهم لا يطالبون بدولة مستقلة والكلام واضح المسؤولين للأتراك والكلام واضح وبالرفض حتى لين هم لا يتصورون إلا هذا إذا تصوروا الأقل وبعد الخروج من هذه الأزمة وهذا الهوس الكردي والدخول بعملية السلام يمكن لتركيا بالتأكيد أن تتقدم في الحقوق الديمقراطية وفي حقوق الإنسان وأن تدخل فعلا إلى الاتحاد الأوروبي كما هو المطلوب عبد النور يمكن أن نتحدث عن وجود بنود سرية لأننا دائما نتحدث عن بنود سرية مقايضة في هذه التسوية من الصعب لست أدري ولكن أريد فقط أن نعود إلى المسألة الكردية هي المحدد الأساسي للسلوك التركي في الشرق الأوسط عموما وفي الأزمة السورية تحديدا ولكن نفس المشكلة في بعض الأحيان نقاط القوة هي نقاط ضعف هي وجهين لعملة واحدة فالمسألة الكردية بالنسبة لتركيا هي عقب أخيل في علاقتها مع أوروبا وهذا الخطأ ربما في توظيف الأزمة السورية لخدمة مآرب الحكومة التركية حيال المسألة الكردية لما أتحدث عن التأخر لدينا مؤشرات طبعا لم يكن بإمكان أي حد يتصور أن الصراع سيمتد دوم لخمس سنوات وبهذا الشكل الفضيع ولكن لدينا مؤشرات لا أعتقد أن شخص عاقل كان يتصور أنه جحافل المهاجرين اللاجئين ستتوقف مع بداية القصف الجوي لداعش هذا أمر طبيعي زيادة جحافل للمهاجرين أمر كان منتظر تركيا هي أدرة أهل مكة أدرة بشعابها هي أدرة بأن عدد هؤلاء سيتضعف إذن لدينا مؤشرات بأن هناك ارتفاع في حدة حركة المهاجرين السوريين الذين يغادرون ثم نحن نعلم أن النزوح داخل حوالي 7 مليون نزح أو أكثر يبدو لي نعم النزوح داخل الأراضي السورية إذن حتى الالتحاد الأوروبي مسؤول في هذه المسألة لأن الدول الأوروبية تعلم أن الضربات الجوية تستهدف مواقع داعش ولكن حسب المعلومات المتوفرة أن معظم مواقع داعش موجودة في مناطق آهلة بالسكان هذا يعني يدفع جوز كبير من هؤلاء السكان للأوروبي يعني إحصائياً لدينا معارك بين الجيش النظامي والمعارضة والمعارضة والجبات النصرة وداعش والآن لدينا معارك بين القوات المتدخلة في سوريا عبر الجو وداعش أعتذر فقط على مخاطع يعني لا يوجد عدد كبير من المهاجرين من مناطق داعش يعني أصلاً الاتحاد الأوروبي التحالف الدولي عندما يضرب بشكل بسيط جداً يعني الناس التي تهاجر هي القصف الروسي هذا القصف الروسي كذا رهيب بالنسبة للسوريين يعني كل أهل حالة بسبب القصف الروسي وقصف نظام بشار الأسد هناك اهتمام حقيقة أنا لا أؤمن بالضربات الجوية النظيفة غير موجودة هذا كلام لا ينفع في السياسة الضربات الجوية النظيفة هذا لا ينفع لا أعتقد أن كل الذين رحلوا ورحلوا بسبب الضربات الجوية الروسية ثم هناك تساول دائماً أطرحوا إذا كانت القوات الغربية تعلم أين توجد مواقع داعش لماذا لم تقصفها وانتظرت حتى تتدخل سوريا وتقصف الاتجاه المعاك روسيا وتقصف الاتجاه المعاكس هذا يعني حتى فيه نفاق وحتى استفزاز لذكاء الناس البسطة يعني أنتم تعلمون بوجود داعش لماذا لا تقصفون وتنتظرون حتى تدخل روسيا لا أحد أريد أن يقصف داعش الكل مستفيد من وجود داعش الأوروبيون مستفيدون من وجود داعش لاحظة إذن هم كانوا على علم بوجود مواقع داعش ولم يفعلوا شيء لم يفعلوا شيء ثم لما تتدخل روسيا يرفعون شعار المستلزم الأخلاقي أنا أعتقد أنه في الأزمة السورية لا يوجد مستلزم إخلاقي إطلاقا بغض النظر عن الحديث عن حقوق الإنسان يعني التغير الكبير جدا في التوجهات السياسية الغربية عموما حيال الأزمة السورية يوضح تماما أن المستلزم الأخلاقي تراجع رهيبا وأصبح من باب ربما من باب التراشق الإعلامي بين مختلف العواصم الغربية والإقليمية ولكن المستلزم الواقعي هو الحكم في هذه المسألة وهو الكلمة الفصلة مراد داودوف في دقيقة واحدة هل يمكن أن نحصر كل هذه القضية أيضا بالنسبة للسياسة التركية في المسألة الكردية؟ باختصار باختصار طبعا مسألة كبيرة جدا لكن تركيا مشكلة بشاكل في تركيا مشاكل موظور موروثة منذ سنوات طويلة الحكومة الحالية تحاول حل هذه المشاكل لكن يجب أن نعلم أن أو نفصل بين توجه السياسة التركية الحكومة التركية ضد بعض المنظمات الإرهابية أو بعض الطيارات السياسية وبين القضية الكردية ليس لدى الأطراق أو ليس لدى الحكومة التركية مشكلة أساسية مع الأكراد وهذا الكلام مرفوض لأن على سبيل المثال العلاقات مع الأكراد في شمال إراق في إقليم كردستان كانت أفضل ما يمكن لذلك قد استطعت تركيا تأسيس العلاقات مع الإقليم كردستان بشكل جيد بشكل مفيد ولذلك ليست مسألة المشكلة بين الأطراق والأكراد بل مشكلة بين الحكومة أو تركيا كدولة وبين بعض الطيارات السياسية والمنظمات الإرهابية الشكر في الختم لأي سيفيزو لدكتورة في القانون الدولي عبد النور بن عنطر باحث في العلاقات الدولية في جامعة باريس معنا من أسطنبول مراد داودوف وأستاذ محاضر ورئيس شبكة تنمية الشرق الأوسط الشكر لفريق البرنامج أمسيا مريحة للجميع اشتركوا في القناة